وجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النايب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية إلى زيادة البرامج التوعوية الرياضية بالشراكة بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة من أجل مجتمع أكثر صحة وعافية وأشار سموه إلى أن من مسؤوليات المؤسسات الرياضية والصحية الحرص على نشر ثقافة الرياضة في المجتمع بشكل متكامل يشمل التوعية بفوائدها مع تنبيه إلى ضرورة الاعتناء بسلامة الفرد ومتابعته لآلية مؤشرات صحية قد تتفاقم مع عدم ممارسة الرياضة المناسبة لوضعه الصحي وتؤدي للإصابات أو الأمراض أو الوفاء كما حدث في عدد من الحالات المؤسفة جاء ذلك لدى لقاء سموه مع سعدة الدكتورة جليلة بنت سيد جواد وزيرة الصحة في مكتب سموه بقصر الوادي حيث أكد سموه على ضرورة التوعية بمجتمعية بدور الرياضة في تجنب الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة والتخفيف من أعراض بعض الحالات المرضية إلى جانب التغلب على السمنة وما تؤدي إليه من مشاكل صحية مما يخفف الضغط على الخدمات الصحية ويتكامل مع الخطاط العلاجية التي يتم توفيرها من خلال وزارة الصحة وخلال اللقاء سهلنا أسعدت الدكتورة جليلة بنت سيد جواد علي أثقة الملكية بتعينها وزيرة للصحة متمنيا لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها خدمة للوطن وللأهداف التنموية المتعلقة بالقطاع الصحي الذي تمكن من التعامل بنجاح مع أكبر تحدي صحي وهو جائحة كورونا بفضل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ومرعى ومتابعة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيسي مجسل وزراء حفظه الله وجهود الفريق الوطني الطبي لفيروس كورونا التي تكاملت مع جهود فريق البحرين في جميع مواقع العمل من جانبها ثمنت سعادة وزيرة الصحة توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة معربة عن شكرها وتقديرها على تعزيز قنوات التعامل مع الهيئة العامة للرياضة من أجل رفع مستوى التوعية ونشر ثقافة الرياضة للجميع بصورة أوسع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر